هذا البرنامج برعاية أمان كابتر مشاهدين ألو سهلا فيكم مرة جديدة في هذه الحلقة الخاصة من حقيبة أجو طبعا سنستعرض في هذه الحلقة معلومات مهمة جدا كيف يتم تسعير النفط السعودي حسب أي مؤشر طبعا سنستعرض أسباب انتقال تسعير النفط السعودي من غرب تيكساس إلى ميكسيكو ولكن هذا حصل بالسابق نحن نتكلم ماذا حصل الآن في الأسعار في هذه الفقرة نتكلم ما هي الأسباب التي أدت إلى تغيير التسعير والذي حصل من عدة سنوات وأيضا سيكون هناك وقفة مهمة جدا كيف تضررت روسيا من الأسعار النفط يباع النفط تحت الطاولة بـ 15 دولار ببعض المناطق في العالم طبعا أيضا هناك وقفة سريعة جدا مع التحركات النصب كيف ممكن إلى أين سيذهب وخصوصا أنه كان اقترب من الـ 26 دولار إلى أين سيذهب بعد ذلك طبعا أيضا كانت هذه بعض النقاط التي سنترحها في السياق الحلقة الفقرة الأولى ستكون مركزة كما تناولنا كما قلنا عن كيفية تسعير النفط السعودي كيف يتم تسعير النفط السعودي شكرا مشاهدين ونبدأ فورا من تسعير النفط السعودي مشاهدين إذن أبدأ الحلقة بالموضوع يعني القسمة الأول هو تسعير النفط السعودي طبعا التسعير سيكون هناك معيار ومرجعية للتسعير لأنه مثل ما بتعوه في أكثر من 500 نوع نفط في العالم مش الكل فقط عدد كليل جدا هني مرجعية أو لا يعتبر معيار للتسعير طبعا تسعير النفط السعودي بالبداية قبل ما يصير كان فصل عن غرب تيكساس حنتمطرح الأسباب اللي حصل ذلك استخدام كان خام غرب تيكساس طبعا عبر بورصة نايميكس كان مؤشر للتسعير لأكثر من 15 سنة والخام السعودي عم بيكون حسب خام غرب تيكساس طبعا المؤشر شركة أرغوس هون عم تشاهد لسلة نفوض من خليج ميكسيكو مهم جدا عم تكلم هذه الأشياء لأنه مثل ما بتعرف إن احنا أكثر شي منتابع على شاشة التلفزيون هني لبرانت والخام غرب تيكساس بدي تذكرون إنه بس لبرانت والخام البريطاني وغرب تيكساس عم نتكلم طبعا تيكساس والتحدي الأمريكية وبالتالي عنا النفط الإنجليزي والنفط البريطاني والنفط الأمريكي ولكن هلا دخلنا هون بنفط خليج ميكسيكو والمعيار والمؤشر أرغوس طبعا ليش ميكسيكو لأنه النفط هناك قريب جدا من نوعية خلينا نقول النفط السعودي وبالتالي بتعطي أكتر وأكتر صورة أوضح وبكون أكتر عديلة المقارنة وكل السعودية اللي بتصدرهم إلى الولد المتحدة الأمريكية تقريبا هون اللي بتصدرهم إلى الولد المتحدة الأمريكية بيساوي تقريبا إنتاج ميكسيكو وتقريبا بنفس النوعي إذن النفط اللي بيذهب إلى الولد المتحدة الأمريكية من السعودي طبعا في عدة أنواع من نفط السعودي خمس أنواع من النفط السعودي ولكن اللي بيذهب إلى الولد المتحدة الأمريكية قريب جدا نوعه من خليج ميكسيكو وأيضاً الكمية المصادرة تقريباً قريبة من إنتاج ميكسيكو كمان. من الشيء هنا هالتقارب بهالعاملين المهم جداً. بينما نفط تكساس لا ينتج إلا في الولايات المتحدة الأمريكية وبيستهلك معظمه داخل الولايات. تعرفوا أنتوا أن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً بالمسافات الطويلة بين الولايات والأمريكان مشهورين جداً بالسفر بالسيارات. وبالتالي أيضاً خصوصاً وقت يعني بيكون جميل جداً وقت الصيف وما إلى ذلك من شيء بتزداد الطلب خصوصاً على بالسفر. والسفر كتير بيصير بالبر نسبة للمسافات الطويلة وهني أيضاً بيحبوا كتير السفر في السيارات. طبعاً أول ستينج رح يقضوا في هذه الحلقة وأتابع دائماً تسعير النفط السعودي. مشاهدينا ما هي العوامل التي أدت أنه يخرج النفط السعودي من غرب تيكساس ويذهب إلى المكسيك؟ طبعاً هشي حصل من عدة سنوات ولكن نحن نستعرض هذه الفترة بدون ما نصير فيه انهيارات النفط حالياً ولا نتكلم عليها في هذه الفقرة من البرنامج. نتكلم فقط كيف كان تخليت بعد 15 سنة بغرب تيكساس وانتقلنا إلى مكسيكو. طبعاً أربع عوامل ناقلة تسعير النفط السعودي ما هي الأسباب ولماذا تم ذلك؟ الأسباب أول شي فائد المصافي في مكسيكو. اختلاف النوع تكلمنا عنه. سنتكلم بالتفصيل عن كل سبب. مخاوف بسبب الاحتياطيات والمخزونات. وأيضاً المضاربة ورح نتعلم نقطة نقطة ماذا يحصل. طبعاً أرامكو كانت كل مرة كانت يعني تعيد الأسعار تعيد النظر بالأسعار وتستعر من جديد عندما يحصل حاجة. بس بدايةً قبل ما انتقل إلى الصفحات بدي أقول عامل مهم جداً بين غرب تكساس وماء سارك. إذا حصل أي شيء داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت المخزونات بقوة وبالتالي سيتراجع سعر غرب تكساس بقوة. أيضاً بما أنه السعودي مربوط مع غرب تكساس سيلكي نفس الحركة الأسعار. وبالتالي يمكن يكون فيه طلب كبير جداً على السعودي نفط ولكن أخذ خلص حركة غرب تكساس. الآن إذا خليني أقول ارتفع بشكل كبير جداً يعني المخزونات كانت تهبط أو تنقص. وبالتالي يرتفع بقوة لا يعبر دائماً عن حركة النفط السعودي لأنه يعبر أكتر عن الخام الأمريكي ومن أنه مربوط بالسعر يأخذ حركته. هذه كانت بالبداية. سأذهب مرة جديدة. ماذا كانت تفعل أرامكو في كل مرة؟ أرامكو كانت تضطر إلى إعادة تقييم سعر نفطها للمصافي الذي تشتريه في أمريكا. الذي تشتريه أمريكا طبعاً هنا. لأنه ارتباطه كان يرفع سعره عالياً. وبالتالي طبعاً نحن هون عم تكلم عن أسعار كانت عالية جداً. ليس عم تكلم برجاء بذكر عن الفترة الحالية. بينما تكون الأسعار منخفضة في الأسواق العالمية مثل براند. وشاهدنا فجوة كبيرة جداً بين البراند والخام الخفيف. لماذا كانت هذه الفجوة؟ الفجوة كانت وأصبح البراند أعلى بكثير من الخام الخفيف لعدة أشياء. وهي ضرب الخام الخفيف. كيف ضرب؟ ضرب لأنه المخزونات الأمريكية لم تعد تتسع وصار في استحمال قصوى عليها. بالمقابل ببراند تعرفوا أنه النفط الليبي هو مجهزة أكثر المصافي خصوصاً الإيطاليين. النفط الليبي مطلوب بشدة ومرقلش بكوة على محطات التكرير والمصافي التكرير. وبالتالي أي غياب للنفط الليبي ولو كميته كانت قليلة جداً ولو كانت مليون لا تقارن مع الآخرين. كانت أيضاً يستعلى البراند، يرتفع البراند وأيضاً بالتالي كمان كان فيه الخفيف يتراجع. خلقت هذه الفجوة الكبيرة جداً بين الاثنين. برجع مرة جديدة هون خليني تابع أعمل هالنفط غرب تيكساس ومع النفط السعودي. كيف الاختلاف بينهم. لاحظوا هذه الصفحة الجديدة. هون نفط غرب تيكساس يختلف عن نفط السعودي طبعاً. ربطهما كان لا يعكس سعرها حقيقياً متوازياً مع الأسعار العالمية. وشاهدنا أنه حصل فجوات كثيرة في الماضي. كان التداول دائماً يكون أوقات على الفجوات. وبالتالي كان مش أنه نقاط الدعم ونقاط المقاومة. كان يصير في تداول عندما تتسع الفجوة أو عندما تضيق الفجوة. وبالتالي كان يأخذوا مراكز على البرانت وعلى غرب تيكساس. الانتقال إلى مؤشر الارغوس كان هو انتقال إلى نوع حامض من الخامل. لأنه انتقلنا إلى النوع الحامض من النوع الحلو. يعني تعرفوا أن غرب تيكساس هو حلو وخفيف. والنفط السعود الذي كان هناك هو نفط سقيل. وأيضاً النفوط سقيلة في خليج مكسيكو. إذن نحن انتقلنا أيضاً من الحلو إلى الحامض ومن الخفيف إلى السقيل. كمؤشر تتسعي. وبالتالي المقارنة تصبح موضوعية أكثر وأيضاً مهمة أكثر. ستينك ثاني ونتابع. مشاهدين بماذا يتأثر طبعاً هون نفط خام تيكساس؟ سنستعرض بعض النقاط المهمة جداً. طبعاً هون يتأثر بالعوامل المحلية أكثر من العالمية. لأنه مثل ما قلنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ارتفع مخزونه في مدينة كوشنج. مدينة كوشنج هون بأوكلهوما الولايات. طبعاً هناك نقطة الطلاقي ونقطة التسعير النفط داخل الولايات. المتحدة الأمريكية لازم تقطع بأوكلهوما. ولازم تقطع بمدينة كوشنج. وبالتالي مركز تقاطع. أنا بيبقى النفط. عمل شيء هذا الشيء. التي بتوزعه بكل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ينخفض هون سعره مخالفاً اتجاه أسعار النفط الأخرى. وبالتالي هون لا يعبر ذلك. لكن أي شيء لازم كان يقطع بأوكلهوما. ويصير هذه العملية التسعير. طبعاً خليني إذهب إلى تاني عامل مهم جداً. هو المخاوف بخصوص النظوم. ليش؟ بالنسبة للمخاوف بشأن النظوم. طبعاً هون الانتقال إلى مؤشر يضم احتياطياتها موصوقة. إذا ارتفع مخزونه بمدينة كوشنج كانت فوراً الأسعار التي تعبط بكلها. وبالتالي يخالف كل الأسعار الأخرى. ولكن هون اللي كان عم يحصل دائماً. أنه هناك في نوع من تقارب أكثر. إلى الصفحة التالية الآن. هون سريعاً جداً كيف بيكون أكثر تعبيراً أو لا. خليني اذهب إلى نفط خام تيكساس. حلو وخفيف طبعاً سعودي حامد وسقير. مؤشر أرغوس أكثر تعبيراً. المضاربات كوية بورسة نايمكس. سيطرت على حركة الأسعار دائماً. كان يحصل هالشي. هون بس بدي ذكر الشغلة إنه مهمة جداً. المضاربات على العقود حالياً هي تقود الأسعار صعودة هبوطة. ولكن هذه المضاربات على العقود تأتي من رؤية. وهذه الرؤية إنه العرض متفوق بكثير على الطلب. وبالتالي يأتي من أساسيات السوق. وتتخذ مراكز بالمضاربة بالعقود. ولكن الفكرة دائماً تأتي من السوق من عوامل العرض والطلب. ولكن الذي يحرك هذا الشيء يحركه العقود. العقود في هندسة مالية الآن جديدة سيطرت بقوة على ما يحصل. وبالتالي يحصل هذه الأشياء. طبعاً هون ستوقف مع ستينج وأتابع بالمزيد. مشاهدين أعود مرة جديدة إلى المصافي. لماذا المصافي مهم جداً؟ طبعاً تعرفوا إنه كمين بكندا عندي الرملة. وعندي الصخر بالولايات المتحدة الأمريكية. وعندي أيضاً رفع المخزونات. هالثلاث عوامل تؤثر بقوة وتؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار وأيضاً على خام غرب تيكساس. الارتباط كان إما يرفع سعره عالي جداً وأحياناً تعود أرامكم مرة جديدة. تضطر إلى عادة تقييم السعر للمصافي من جديد. طبعاً هون الرملة الكندي والصخي رفعوا المخزونات واستنزفوا خليني أقول حجم هذه المخزونات واستنزفوا قدرة استعاب هذه المخزونات. وبالتالي هون حصل هذه الحركة الكبيرة جداً بسعر غرب تيكساس. طب ماذا يحصل؟ بتعرفوا إنه بالعالم إنه في أكثر من 500 نوع 550 نوع وأكثر أيضاً من الخام. ولكن ليست كل الخامات هي مرجعية. ليست كلها معيار للتسعي. طبعاً المعيار والمرجعية عم نشهد إنه البراند تلتين أو سبعين في المائة. كما ذكرت فيناشل تايمز أيضاً مطول سبعين في المائة أو تلتين. هو تسعير للنفط بالعالم حسب البراند. ولكن هون المضاربات مثل ما ذكرت على العقود التي تقود الأسعار. خصوصاً هذه الهندسة المالية التي بالفعل يعني هون رايت كليك واتقاس حجم عقود بكوة. عم نشهد إنه كان يضغط بكوة على ما كانت موجودة هذه الأحجام الكبيرة جداً من العقود في التداول. الآن نشاهد خصوصاً في السنوات الأخيرة هذه التعاملات. ولكن من قبل لم تكن هذه موجودة ودخلت على اللعبة إذا المضاربة على العقود لا أحد وسيطر. بالفعل هي عندها السبب الأكبر بخليني أقول قيادة حركة أسعار النفط هي حركة المضاربات على العقود أخدت هي المركز الأول. بالسابق نشهد إنه أوبكي مسيطرة تقريباً سيطرة كبيرة جداً على تحركات سعر النفط. أوبك فأدت قوتها مع الهندسة المالية التي حصلت بالعقود. مشاهدين سأصل إلى أكسوم البرنامج أثمان وأتوقف ثم أتابع مع أهم الأخبار في الفقرة الثانية. دائماً عن النفط. ماذا يحصل في النفط؟ كسر 30 دولار. لماذا؟ إلى أين سيذهب؟ وأيضاً ماذا حصل في الدول وما إلى ذلك؟ فاصل ونواصل. ابقوا معنا دائماً في هذه الحلقة الخاصة عن النفط طبعاً. هذا البرنامج برعاية أمانة كابتن. مشاهدين على وسهلاً فيكم مرة جديدة في القسم الثاني من برنامج حقيبة الجو. طبعاً استعرضنا في القسم الأول. كيف يتم تسعير النفط السعودي؟ لماذا انتقل النفط تسعير من خرب تيكساس إلى ميكسيكو وحسب المؤشرات وما إلى ذلك؟ الآن سنستعرض آخر التطورات التي حصلت خصوصاً بعد كسر النفط 30 دولار. إلى أين سيزم ماذا سيحصل؟ ماذا حصل؟ ما هي ردات الفعل؟ وماذا هي نتائج هذا الهبوط الكبير جداً؟ طبعاً روسيا سنبدأ. في خبر كان نوعاً ما داعم للأسعار صدر بقوة ولفت الأنظار. وهو لأول مرة روسيا بدون أي تنصيق أعلنت أنه حيصير فيه تقليص بالإنتاج. وبالتالي بدأ هنا التقليص الحفر وستخفض إنتاجها لأول مرة منذ عدة سنوات. حيصير هالشيء. طبعاً بذكر هون أنه روسيا عانت كثيراً بسبب أول شيء العقوبات. وأيضاً بسبب تراجع النفط. طبعاً هذا التراجع عن النفط والعقوبات أثر بقوة على روسيا. خصوصاً أنه تذهب إلى الأسواق عندما هي بحاجة إلى أموال. وتصدر سندات وتأخذ أموال من الأسواق. هالشيء منع. وأيضاً هبوط التراجعات منع. الروبل فوق 80 حنتكلم عنه أيضاً. إذن الوضع سيء جداً. نفس الشيء فينزويلا. وبالتالي أمشهد أنه تعاني بقوة. وخصوصاً أنه العائدات هي من النفط. طبعاً شركات ضخمة مثل روس نفط. ومثل أيضاً تي أنكي. وكلها الشركات الضخمة الروسية. غاز بروم وما إلى ذلك. علي ديون على المدى القصير. وأوقات الصندوق السيادة الروسية. ممكن هو يتكفل على الأقل بدعم هذه الشركات لديون التصحق في هذا الربع أو ما إلى ذلك بحالات طارقة. كمين صار في حديث كتير بروسيا أنه حيث يكون بيع بحصص ببعض هذه الشركات الكبرى حصص الحكومية. طبعاً شهدنا التراجعات كانت لأسعار النفط كانت وصلت لمستويات اقتربت من 26 دولار. طبعاً مخيف جداً عويت عم بيكون التراجع وسرع الحركة على الإنترنت خصوصاً بالعقود اللي عم تشاهدوها. تراجع كبير وصل 7 في المئة في يوم واحد. هال7 في المئة كان عنده سبب كمين أنه انتهاء عقود فبراير واغلاق هذه العقود. وبالتالي تصير الحركة السريعة جداً وكبيرة. واقتربت الأسعار من 26 دولار. طبعاً فيه تقارير بالسابق تكلمت عن 25 و20 وما إذا كأذا تكلموا عن 25 تقريباً يعني فيه دولار ونصف قانون 6 بالمية فوق الأهداف. ولكن طبعاً الأسواك هناك بأجماعي. المحللين هناك فيه مغالاة بردة الفعل واضحة بتراجع النصف وفي ردة الفعل أيضاً على طباط الصين. وعن نشاهد طباط الصين لماذا؟ بالنسبة إلى الصين. الصين هي نموها يقلق العالم. لماذا؟ لأن الصين هي تمثل الطلب العالمي. وبالتالي أي شكوك وأي مخاوف على هذا الشخص اللي هو الصين بالتالي حيأثر على الطلب. وهون عم سير فيه الحركة الكبيرة على النفط. أول ستينك في القسم الثاني من الحلقة ونتابع. مشاهدين عملات دول منتجة للنفط بالفعل ضربت بشكل كبير جداً. يعني عم شاهد إنه الكرون النرويجي كمان ضرب بكوة. الروبل الروسي أرقام إيسي مخيف جداً ضرب فوق 80. وبالتالي كان رقم كياسي إلى الآن متراجع منذ بداية سنة تسعة ونصف في المئة. تقريباً رح يقضرب من عدشة في المئة. اتراجع تنينة وستين في المئة من القمة اللي ارتدت فيها بالألفين وخمسين. طبعاً هو وصل. وصل تقريباً إلى حدود الثمانين. ثم هبط بقوة إلى مستويات رجع ارتدت فيها تحت الخمسين. أو ثم عاد ورجع أيضاً صعد بقوة إلى تراجع بالتنينة وستين في المئة من قمة 2015. تزامن هذا الشيء مع تراجع في النفط ستين في المئة. لاحظوا الصدف في الأرقام والتلازم بالتمام هنا والكمال. عم شهدون التنينة وستين في المئة ستين في المئة. لاحظوا قوة حركة الروبل الروسي مع النفط نفسه نفس الدولار الكندي. دولار الكندي تدمر نهائياً وشهدنا كيف وصل إلى هذه المستويات اللي هي واحد ونص. طبعاً لماذا هلأ يباع النفط تحت الطاولة عم نشاهد أنه 13 دولار و 15 دولار بعد الخمات في شمال أمريكا. شهدنا شيء بالكندي أيضاً عم ينبيع هالشيء. لماذا؟ هل هي مجبورة أنه تبيع بهذه الأسعار وتخسره؟ ولكن مش قصة ربح أو قصة خسارة. القصة هي أن الدول تبيع حالياً النفط من أجل حصول على السيولة وليس من أجل الربح للصموم. وبالتالي هون بدي ألفت النظر. يعني كل الأهداف اللي عم تقال أنه 20 دولار. الوصول إلى 20 دولار هو من هذه المستويات. خالنا نفطرد نحن رجعنا ردينا إلى 28. من 28 إلى 20 عند كل دولارين و 80 عنده هي 10 في المئة. تقريباً عني من 26 إلى 20 مثلاً عندي حوالي 30 في المئة بس لأرجع على 20 دولار. وأصلاً تذكير أنه النفط متراجع 70 في المئة وأخدت معه 18 شهر. يعني نحن بدنا بعد 30 في المئة نصف التراجعات من هذه المستويات. لازم ندبوا على شيء مهم جداً أنه الآن الدولار مهم جداً على 20 دولار. ليس الدولار كما على المئة دولار. يعني كان الدولار على المئة دولار لا تساوي شيئاً. الآن الدولار على 30 تساوي الكسير. تساوي. هم تكلم نحن يعني. لأنه 3 دولار هي 10 بالمئة. دولار ونص هي 5 في المئة. هم تكلم بـ 4 في المئة. لم تكن موجودة هذه الأشياء. طبعاً هون كمان في بعض الأخبار اللي صدرت كينت في الفترة الأخيرة حول أهمية المعروض. وهو ويكارة الطاقة الأمريكية وهي وكلمه هنما جداً عن أنه صار في تجميع بالمخزونات زادوا زادوا يعني صار في زيادة مليار برميل. مليار برميل سنة لـ 2015 دخلوا. لماذا؟ نحن نتكلم مثلاً خلينا نقول مليونين ونص يومياً. مليونين ونص على شهر أو مليونين على شهر 60 مليون. 60 مليون على 10 شهر 600 مليون. وبزيد عليهم كمانة 120 مليون بشهرين بسي 720 مليون. عادي فقط للمليونين. وسن ونص يعني فيه عندي نص مش ناك يعني فيه تقريباً مليار برميل نزيده بـ 2015 عن المخزونات. طبعاً وقالوا أنه بمارس أوبك فقط يعني أوبك فقط من المتوقع أنه يزداد السوق 300 ألف برميل. طبعاً هذه التقارير التي تأتي أحياناً هناك نوع من التضارب الكبير جداً بين البنوك أحياناً وبين أوبك وغير أوبك والبنك الدولي. لماذا؟ وقالت الطاقة الأمريكية أحياناً يقولون أنه السوق ستتوازن بشهر 6 أو بالنصف الثاني من السنة أو بنهاية السنة. كانت الأهداف فيه 60-35 صار فيه إعادة لهالأهداف وصار فيه ريفيجن على هالإشياء صارت 40-37. وحنشاهد كيف حيحصل ستينج ونتابع دائماً. مشاهدين إذن تباع مثل ما زاكننا تحت الطاولة نفط بأقل من 15 دولار. كيف ذلك؟ طبعاً حصل هذه الأشياء بعد شحنات خام ميكسيكو الثقيل. كانت عم تباع بـ 13 دولار للبرميل. بألبيرتا كندا أيضاً أحد أسقل أنواع الخام بشمال أمريكا. كان عم يباع كمان أقل من 15 دولار. بتذكرون أنهن بحاجة مش للـ 13 ولا 15 ولا 40 ولا 30. بحاجة إلى 43 دولار اللي يربحوا. عم بيبيعوا موسم تخفيد هون. مثل السيلز عم تصير فيه سيل. ووصلنا إلى الـ 15 دولار من 43 دولار. طبعاً خلاصة يباع تحت الطاولة مثل ما لنا تحت الـ 15 دولار و 13 دولار. الشيء المهم جداً لازم تكلمنا عنه لازم تنتبهوا أنه الـ 15 دولار ماذا تساوي الآن مع الأسعار. وليس أنه هبط وارتفع دولارين وما إلى ذلك. قبل سنتين كانت الـ 15 دولار تعادل فقط حوالي طبعاً أقل شوية وأكثر. هون 10 فئة المائة من سعر البرميل. اليوم الـ 15 دولار تغير الوضع وأصبحت تساوي 50 فئة المائة. نصف قيمة البرميل هي عند الـ 15 دولار. هذا بالفعل يعبر تعبير حلو وجميل جداً. وبالفعل عن ماذا يحصل في سعر البرميل. مشاهدينا بآخر البرنامج سأذكر ماذا توقعت البنوك مؤخراً. ما هي آخر التوقعات. طبعاً توقعات الأكثر كانت تشاؤماً من ستاندر أنتشارت والمصرف. وكان هذا المصرف توقع بقوة كان سعر البرميل قد يذهب إلى 10 دولار. طبعاً هو كان الأكثر تشاؤماً هو ستاندر أنتشارت بتوقعات البنوك. طبعاً مصرف باركليز خفض توقعاته من البرميل إلى 37 دولار في 2016. معظم البنوك كانت عم تعتقد أنه بيوصل إلى 50 و60. وأنه ممكن السوق تعادل. السوق هي تعمل نوع من التوازن بين العرض والطلب. من أين سيأتي العرض؟ من أين سيأتي الطلب للتوازن؟ طبعاً الدول الاتكال على أوروبا. أي نموم ملحوظ بالقارة الأوروبية يجب أن يرفع الأسعار ويزيد من طلب على النفط. ولكن ما يحصل في أوروبا أن الأموال التي يجنوها من محطة البترول عندما يذهب. والفارق الذي يبقى في جيبه كان من المتوقع أن يذهب إلى المول لينفقه في الاستهلاك أو في المحلات التجارية. ولكن الأوروبا لم يفعل ذلك إلى الآن. فهو يغلق بعض الديون ويحسن من ملائمة الملاء المالية لديونهما إلى ذلك. استعملهم لإطفاء ديون قديمة أو لتحسين الملاء المالية عوضاً عن الاستهلاك. وبالتالي هذا ما يحصل كان بالقارة الأوروبية. متوقع أنه خصوصاً أنه باليونان حصل تطور مهم جداً وهو لأول مرة عم بيصير فيه من الأزمة عم بيصير فيه صعود في الأسعار في اليونان. يعني الأسعار ترتفع فيه اليونان. هذا شيء ملفت جداً كان يحصل بأوروبا كان الأكتر اللي لفت هذه الأشياء. طبعاً هيك منوصل لنهاية البرنامج. بتذكرون ببعض كيف التواصل معكم خصوصاً أنه بالإيميلز. jo.howa.amala.capital.com هو عنوان البريد للكون يشرفني كتير إيميلاتكم. وأيضاً عندي التويتر موجود أيضاً اللي هو هيدا حسيني بشرفني كتير متابعتكم. at jo.howa1 هيدا كانت منوصل لنهاية البرنامج شكر موصول لأكسم المشهور. هو مهندس أول هون في القناة. نظم معلومات وأيضاً لرحمة الشيخ الشباب شكراً كتير لفريق عمل برنامج. شكراً مشاهدين. بنرجى ملتق معكم بحلقة جديدة. موسيقى